هنا سؤال مهم يطرح علينا كثيرا ألا وهو ما حكم صلاة التطوع بين المغرب والعشاء ما حكم صلاة التطوع بين المغرب والعشاء والجواب مستحب وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة واستدلوا بما روه الإمام أحمد والترمذي والنساء بسنة الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى صلاته قام يصلي بعد صالة المغرب قام يصلي متطوعا قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج عليه الصلاة والسلام يستحب صلاة التطوع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لو صليت المغرب وجلست في المسجد فلا حرج عليك أن تقوم وأن صلي صلاة التطوع مثنى 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 إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة العشاء ثم تصلي العشاء ثم تخرج كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر